هو ما هو الأسف احنا عندنا حلين يما نمشو في مسار غير قضائي ونمشو في مسار اللي السلطة السياسية تاخذ علي كهلها تصفية الفساد في تونس ومرة تصدف مرة تخيب ونمشو الى تصفية الحسابات ويقول لك هو نتعامل بوزارة الداخلية واذا تطلب بالقوات الجيش الوطني من اجل قبضى لنا سهدونا وعزلوا في مكان يما نمشو عن طريق المجال ان نعتبروه الاكثر انسان والاكثر انسانية اللي هو نمشو القضاء اللي هو يحتكمل العباد ويكون مابين العباد لذلك رئيس جمهورية اختار الطريق هذي اختار طريق القضاء اللي هو من خلاله هو يتم محاربة الفساد واذا كان نختاره الطريق متاع العدالة والطريق متاع القضاء بالطبيعة ما ينجموا يقوموا بالدور هذي كان القضاة مش على الطريقة الايطالية لاننا شفنا بالرغم تم قضاة شجعان في تونس واثبته شجعان خاصة بعد لتهز عليهم شوية هامش الخوف لانه انا مسألت سلطة وظيفة زادة فيا نظر برشا لانه شفنا زادة اقبل كانوا تقريبا بالتعليمات وكانوا موظفين تقريبا موظفين من طرف خلينا نقولوا كل ورات اللي حكوا عليها هم القضاءات ومن طرف السياسيين تو ما عايش نسمع في ناس يحكوا عليها كل ورات يبدو اللي تساوى كل القضاءات امام السيف العدالة مع الثم حاجة اسمها كل ورات او على الاقل انا ما اسمعتش معز اذا كان اسمعت واحد احكالك علي كل ورات شفنا اسماء من الوزن الثقيل كان مجرد النطق باسماءها يمكن يخلي القضاء يتلعظ يمكن كي ينطق باسمه كما مرواب بن مبروك يمكن يخاف هو انطق باسمه في قهوة مش يقولوا في محكمة الناس هذيتوا امام القضاء بقطع النظر اللي هم متهمين والمتهمين هذيك القضاء مش بتفهم وزارة العدل رأوا مهم جدا رأوا نحكو على السلطة على استقلالية القضاء ولكن في الاخير رأوا جزء منها رأوا مربوط بالسلطة التنفيذية ومربوط بوزارة العدل احنا كي نحكو على التجهيزات على البنية التحتية على خلاص جزء من الموظفين على كلهم تقريبا الكتبة متاع المحكمة وكل الخلاص متاعهم من وزارة العدل واذا كان تقريبا ما صلحناش من الوضعية اللي يخدم فيها القاضي رأنا مش نقوله خلينا القاضي يمشي اللي هو ما يقومش بالعدالة ولا ما يحكمش بالعدالة لانه هذيك مثلا مرتبطة بضميره اما مش نصعبوا عليه برشاة اللي يكون عندنا قضاء ناجز اللي هو تناجم القضايا في وقت معقول يناجم يتم البد فيها لذلك في الجزء هذا نعتبر معقول اللي رئيس الجمهورية يأكد على وزيرة العدل في الجانب هذي اللي تقوم به الجانب اخر انا نتصور يهم القضاة انا بالنسبة لي انا ما ثم حتى سلطة في الدنيا هذية بخلاف ضمير القاضي تسميه سلطة تسميه وظيفة انا ما يقلقنيش هذه تسميات شكلية ما عندها حتى قيمة بالعكس انا بعض القرارات اللي اخذها القضاء وهم يسموهم وظيفة معنتها تقريبا اقوى عشرات المرات ونبقينا ننتظروا فيها عاشرة سنين باش يخذها قاضي من القضاءة وقت اللي كان سلط وما ندرك فانتو لو يحكموا فيها الزوز جمعية ونقابة ونعرفوا التشابكات هذية لذلك انا يهمني النجاعة فانتو لو يهمني القضاء الناجس اكثر من تهمني الشعارات نسموه سلطة ولا وظيفة لانه حتى السلطة التنفيذية اسمها وظيفة والسلطة التشريعية نسمينها وظيفة ما يقلقنيش انا يهمني الاداء في حد ذاته بقطع النظر على العنوين الكبرى تحنا انا اختبرنا جزء من فتنة المفاهيم وفتمة الجانبه ذا في علاقة بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان انا اختبرنا احنا تقريبا من البارح واحنا نسمع عندنا ايام نسمع في استقالات جماعية للعديد من الصحف والصحفين العرب من العديد من المؤسسات الإعلامية اللي كانت هي تقوم بدورات تكوين في اخلاقية المهنة الصحفية وفي الحياد الصحفي وفي الموضوعية وفي الحيادية وتعتبر هي عنوان الجانبه ذا نيجو اللي الصحفين اللي تكونوا عندها اللي هم عرب قاعدين يستقيلوا لانهم اكتشفوا مدى النفاق رقمك الاسم البراقي الكبير يسع اعطيني انا قضاء ناجز وناجع هذا يعني بقطع النظر اشنا هو نسميه وظيفة ولا سلطة لان في الاخر السلطة دي ما تبقى داخل ضمير القاضي هو اربطت منذ قليل